بل عتا ما فيهوش حتى اللي انتو متخيلينه شوف بقى دي انا بقولك دي بلد انت جاي عند حتة بألاف السنين هي دي العقدة المصرية هي سينة الحساسية المصرية هي سينة الانتهابات المصرية هي سينة الهزائم المصرية كانت سينة الانتصارات المصرية كانت ومازالت سينة فيعني لا تفوق حتى ما تديش ودن ومش عايز حد يناقش الموضوع يعني فيش منق طيب يعني يا جماعة لو ما فيش لو طيب شوية لا ما بيرجعوش أظن أنا واضح جدا يعني أنا النهاردة كل حاجة بقول لكم كده بشكل وش في حوار مع سينة وزير خارجية مصر وسيقة استخبارات الإسرائيلية حول تهجير فلسطينيين إلى سيناء مثيرة للسخرية لسه بقولك الكلام ده دلوقتي يعني هو أنتو مصورين مصر فيديو مثلا أنتو واخدين علينا شيكات علينا كمبيلات مش فاهم إيه يعني لا حياة يعني ليه طب مين قال بص أي حاجة في مصر أي حاجة قبل للنقاش وقبل للخلاف يعني قول إيه بقى المصيب يختلفوا على أي شيء وكل شيء إلا دي إلا دي إجمع يعني مفيش يعني حتى لو أنت مين نشير مصاحف معنا كلنا وأنجيل نحلف عليها لا تفاود ولو منحوك الذهب يعني يعني أرجوكم ما تخليوش موضوع قابل لأن هم بيحاولوا طريقة اللاخلاخة طب إيه بس طب زعلان طب تعالى نكاة طب تعالى مفيش تعالى مفيش أي حاجة نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني أرجوكم ابقوا